صباح الخير او مبقى الخير يا برج العقرب القراءة العطي. قراءة المراية اللي تعودنا عليها من الشهر الفاتر. طاقتك حاليا يا برج العقرب انت في حالة الرحيل او التأهب للرحيل. آآ بعد كده. آآ آآ انت خارج من علاقة. بزبط. خارج من علاقة. وآآ ممكن تكون في حد مقدم لك عرض وانت بتقول له لأ. وآآ لو سمحت انا مش عايزة عرضك ده لان انا يعني الابس. انا انا مش اي حد. ممكن يكون العرض ده مسلا عرض ما يلقش بيك. او ممكن تكونك تعلاقة قديمة وحد بيحاول يرجع يعني العلاقة مرة تانية. وانت رافض كماما الصلح. وبتقول لأ شكرا كده اكتفيت. طيب. مشاعر الشريك ايه? ومشاعرك ايه? واو. دي الحرب صح? احنا هنبدأ حرب. برج العرب هيخش في الحرب دلوقتي. شايفك ازاي? انت شايفه ازاي? شايف العلاقة دي ممكن تروح على تهين والمصيحة. طيب مبدأين كده يا برج العرب انت آآ نبدأ بالمشاعرك اللي مشاعره عموما اللي اتنين هيموتوا بعض. يعني صيدناهم تنة شوية هيموتوا بعض. زينا من حاجز كده. في حرب هتقول شخصية آآ مغرورة. واحيانا بتبقى مشا حيانا. غالبا بتبقى شخصية برده. وبتعامل الناس باستعلقة. ودايما دايما دايما تحب تمشي كلمتها على اللي قدامها. من الاخر كده نسيطرة. وممكن تكون تحب تمشي اللي معها على مزاجها. يعني كلمتي انا اللي هتتنفس. بكل بساطة. وآآ ما عنداش حاجة اسمها آآ مثلا حاجة تمشي مش على مزاجها. مثلا علاقة مثلا تخرج ما هي اللي تخرج. مش الطرف اللي قدامها اللي يمشي. بكل بساطة. آآ ممكن تكون آآ بيظهر كده ولكن بداخله شيء آخر. ولكن فيه الظاهر ان مشاعره حاليا. آآ هو زي ما يكون انا مش عايز اقولها من دلوقتي ولكن الشخص ده ممكن يكون مقدم لك عرض مصلحة. آآ واثق من نفسه قوي انك هترجع له. عشان كده الواحد بيقدم عرض مصلحة بالشكل ده. لبقى ده شخص ضامن الشخص اللي قدام وضامن ان هو مسلا هيرجع. هو بس بيعمل الحركات دي وهيرجع. ليه بقى بقول لك كده? لان انت الامبرس. آآ سوري. ايه? الامبرس ايه? الامبر. وبرضو هنا. ده انت ايه ده? ده انت فوق. واحنا تحت يا اخي. انت مصدر لوش ان ده قرار للاخير وهمشي يعني همشي. الشخص ده مسيطر عليك. بيقول لك تمشي تروح فينا. انت بتاعي. بتقول له انا تعبتي وتقول لك مش حاجة ما تعبت. لما انا قرر تمشي انا همشيك. فانت بتقول له لأ. انا خلاص. مودت كل حاجة بداخلي اتجاهك. خلاص انا انا ماشي بجد. انا مش بغزر. انا مش بلعب معيك عشان اقول لك كده انا مش بغزر انا همشي. ويوم همشي مش هرجع تاقي. من الاخر. على فكرة ممكن تكون كمان دي طاقتو. خلي بالك. ممكن تكون دي طاقتو. ما بقول لك هو هو واسك من نفس قوي. لو اعتبرنا دي طاقتو هو واسك من نفس قوي. زي ما يكون بيتفرج عليك وانت وانت ماشي. يا مسلا مسلا. مسلا. انت بتقول له انا عمشي وهروح الجوز وهشوف حياتي فهو قاعد كده يقول لك وريني بقى تعمل ايه? اه يا خويا كل مرة تقول لك كلمتين دول وبترجع عادي وفيش حاجة. هو بيقول كده. كنت كنت طبعا كنت تكون انت تعاملت معه بسهولة في الاول. هو شايفك روس بقى شايفك عشان اقول لك شو بقول لك شايفك ان انت اي كلام شايف ان انت شخص بتقول كلام آآ ما انتش قده. وانك آآ مش بتهزي بالكلام ولكن بتقول كلام عبيض. آآ يعني عايز اجيبه لك ازاي? لما بتزعل من حد. بتطلع اللي جواكم وخلاص. يعني مسلا لما تقول له انا ماشي يبقى ده انت بتهدده. مسلا. او انت بتقول الكلام ده بس عشان ايه? عشان يلقي تلفت انتباهه وعشان يرجع لك مرة تانية. هو شايفك كده شايفك ان انت طفل. طفل في كلامك. آآ بتهدد على طول بانك ماشي وما بتمشيش. انت شخص عادي. اللي هو من اتعودت عليك. اللي هو مسلا في اخر كل مكلمة طب والله العظيم انا مكلمك تاني. تمام? الصبح تصحي الصبح تقول له ازاي كعمل ايه? اه افترته ولا لسه? عشان كده هو واسط جدا. واسط جدا من مشاعر. خلاص? آآ انا ضمنتك. انت عايز ايكتر من كده? انا ضمن ان انا هروح ايجي هلاقيك. بمعنى اضطي يعني. انت شايفه بانه آآ عايزة كده لك ازاي برضو? اتاكد برضو من حاجة. ممكن تكون انت شايفه انه هو ممكن تكون آآ انت شايف انه هو آآ ايو ايو. بص يا برج العرب انت فعلا كنت بتحبه قبل. واديته فرص كتير جيدة. وشايف ان هو خلاك انت تمشي من هزي العلاقة. انت شايف ان هو كان استقرار. كان العلاقة دي كان فيها استقرار. خلاك متعلق معاه في علاقة آآ والشخص ده ممكن يكون كان بيمشي ويسيبك كتير. بالزبط كده. الشخص ده كان بيمشي ويسيبك كتير. ويسيبك بقى متعلق منك. اللي انت عارف. تروح يمين ولا تروحش معك. طب انا مسلا هتخطبني اخر السنة ومش تخطبني. طب انت راح تشوف عروسها ليه ما انا معاك. وكده. فخلاك مش مش عارف. هي العلاقة دي فيها استقرار ولا ما فيهش استقرار. بكل بساطة. خلاك متحير. خلاك مش فاهم هو اللي بيحصل. في ايه? انا متعلق في العلاقة دي ليه? بالزبط. هو شخص اللي في دماغه بيعملو. وخلاك هو كان بيرحل على طول ويسيبك بقى متعلق. انت بتشوفه كده بتشوف ان هو بيرحل ويسيبك متعلق معاه. وتفكر بقى وتفضل تفكر بقى. وان العلاقة دي كان فيها استقرار. هي كان فيها استقرار ممكن. او ان هو اه ممكن يكون الشخص ده اتكز معايا بقى. رحل لعلاقة تانية وسابك. متعلق في ذكريات القديمة. وانت خدت قرار ان انت تمشي وتسيبه. هيباقي بقى مش انت روحت لعلاقة تانية. بالزبط جده. مش انت روحت مش انت روحت تتجوزت ممكن يكون شخص ده اتجوز او خطط. بالزبط كده. شخص ده اتجوز او خطط. او ارتبط. حتى ايه. قلت له ايه ده? يا نهرك ازرق. انت روحت ارتبطت واتجوزت وانا موجودة. اما انا بحبب معك ايه? طب بص يا عم. في ستين داعي. يلا يا عم. وكررت تمشي. لانه بيسيبك متعلق. ويرجع. عارف ان انت بترجع بسرعة. بتقول الكلام في الهوى. واو اي هاتش. واا هتقولها هرجع بس مش هتري تسيبني. انت بتحبني. بالزبط. انت متعلق في ايه. لذلك الخطوة اللي هياخدها الشخص ده. حيرجع تاني يقدم لك مش عرض كبير. هو عرض اه مش عايز اقول عبيض. بس هو عرض كده اللي هو ايه? ازايك عاملة ايه? انا بحبك انت انت اللي في القلب. الشخص ده وانا هتأكن دلوقتي. آآ الشخص ده ممكن يكون بيتحك عليك. يروح يعمل علاقة مع طرف تاني. كاملة بقى اللي هو عتجوز وهخطط. ويدو قال لك والله بحبك. والله ما فيه غيرك في القلب. آآ بس. الشخص ده زي ما قلت لك. الشخص ده هو آآ عارف ان انت بتحبه. بتحبه قوي. وان انت من غيره بتبقى حالتك كده. تعبان وانت فعلا بتبقى كده. لما بيسيبك ويمشي. بتبقى مش عارف تنالي. وعارف ان انت بتحبه ومالي ايده منك قوي. وعارف انه لما يجي يقدم وعرض هتقبله. ودايما دايما دايما دايما. بيجري. بيجري منك. يخرج من العلاقة وييجي تاني. يخرج من العلاقة ويجي تاني. ويقفش على مشاعره كده. وميدكش منه الحاجة. وهو شخص ما بيبانش مشاعره قصد. بارد. شخص بارد. شخص ده شخص بارد. يتعامل ببرود. يتعامل مع المشاعر ببرود. فهو هيجي هيجي كده بطريقة بخيلة. بخيلة معينة. يجي يقول لك آآ ازايك? والله ما ما حصلش حاجة يعني. انا بس يعني عينة زاغت كده على حد. وروح تشوفه بتاع. لكن هو عرض مش كبير. وممكن يكون كلامه مش صادق. وعلى فكرة انت عارف ان هو مش صادق. شخص ده عارف ان انت من غيره بتتعبق. وبيرجع على هذا الاساس. يرجع على اساس ان انت بتقبل العرض ده. صح كده. بالزبط. بالزبط. بص يا برج العرض. انت لما يجيلك بالعرض ده انت هتشعر هتشعر. بان آآ كاس الحب اللي هو مقدمه ده فيه خداعة. بالزبط. زي اللي اللي قلت له لك كده. هتشعر بان كاس الحب ده وهمي. انت كذاب. انت شخص كدد. تتضحك علي. انت بتروح تعالي العلاقات تانية. واجي لي وقت ما العلاقات تانية دي تفشل. او لما تزهق من مراتك. ترجع تكلمني بس انا مش حاسك وتقول ان انت قاتل عليه. عليه. فانت في قرارة نفسك عارف ان هو شخص كدد. هتعمل ايه بقى? هتلف وشك الناحية التانية. وهتعاند. وهتفضل منتظر انك الموضوع ده يا ينتهي لوحده يا يخلص بقى خالص. بس. ده اللي انت هتعمله. لكن انت مش هتبصله. مش هتبصل مع ده. خالص. نهائي. انت عارف ان في خداع في الليلة دي كلها. شخص ده بيجي وقت ما يحب. بيجي وقت ما يحب. بيجي للغرض. ايه هو? الله هو اعلم. الله هو اعلم. ممكن تكون يعني شخص متزوج. ممكن يكون شخص متزوج. يعني احنا عندنا هنا اه. عندنا الامبرس. لو انت راجل فهي متزوجة. اوكي? ووقت لما تزعل من جزء بتروح مكلمات. بتقول لك انا بحبك وحشتيني. وانت بقى بتروح انا كمان متاع. فانت خلاص ذهقت. ايه يا عم ده? عملت كل شوية تجيت تقدملي عرض عبيد توها بلا. ده واحد بيجي يهزر على فكرة. لعلمك. ده واحد بيجي يهزر. عرض مش كبية ده كباهة فيها سمكة. ايه الواحد جاي يهزر. انت جا تهزر. فهتقول له لا يا عم شكرا. وتنتظر الى ان الموضوع يمشي بقى مع نفسه. ينتقي مع نفسه. وانت معاينة. هتعاني ده على فكرة. هتعاني ده هتبص قدام. وعارف ان كاس الحب ده كاس كذب وخداع. العلاقة اه هو شايفها بينكم ازاي شايفها اه العلاقة دي فيها وجع قلب. وفيها اه اه فيها وجع قلب. فيه طرف تالت. لمحال. وهو بيجي عندك يتشافى. الشخص ده بالزبط هو بيجي عندك يهزر. ويهرب. هو بيعتبرك ان انت الهروب الملجأ بتاعه. بالزبط. انا لما حب اه اهرب اروح مسلا عند فلان. لما حب اهرب من جوزي ومشاكل اللي علاقة اروح اهرب عند مسلا فلان مسلا. فهو شايف ان العلاقة دي فيها طرف تالت وهو محتار. هو محتار على فكرة. ومش عارف معش عارف فيها方 حاجة. وهو عايز يخلص من حاجة. في حاجة عايز يخلص معنا. بس هي علاقة دي فيهاها حاجة. فيها وجع قلب كل الاطرار. كل الاطرار. انت شايفها علاقة خسرانة. ملهاش امل. بايضة. من كل النواحي بايضة. علاقة ما فاهم. ما فيش اصل من. ما فيش امل في العلاقة كلها. شايفية ان فيها خداع. خداع. انت كنت بتقول لي بحبك انت كذب. انت شغط خدعتني. كان فيه طرف تلت. فيه طرف تلتها فيه طرف تلتها. سواء اكتشفته او انت عارفة بقى ان فيه طرف تلتها. ان ليه زوجة وكان بيقولك مسلا هطلقها. ما طلقهاش. ولا حاجة ولا انتش. فيها خداع. نصحتك. ابعد الشخص ده عنك. ابعد الشخص ده عنك يا برج العقل. شخص ده هاجي لك. هاجي لك يقول لك آآ واحد تاني. اعمل ايه? ايوة. علاقة صلاثية. اخر قد. علاقة صلاثية. الشخص ده مش هيسيبه بالطرف التالت لو قال لك انه هيسيبه مش هيسيبه. خلاص? تمام? والعلاقة دي مليانة مليانة طاعنا في الظهر. مليانة خيانات. والاخر. بيقول لك امشي. تقدم للامان. انت مقزم نفسك. انت انت عامل لنفسك ازمة. العلاقة دي فيها ازمة. انت اللي حاطت نفسك الازمة دي. واحد ومتجاوز. انا هبقى معالي ان ما كامش هيطلق مراته. خلاص? انما بقى اجي اتسلى معاكي? لأ. ما بنتسلىش. وانت في مداية الطريقة هو خلاص. امشي بقى. سيب بقى امها خالص. دافع. بعيد وقول لهش. امشي. لك دي ازيتك جامد. ازيتك نفسيا. ان لو استمرت فيها هتبقى كده. مش هتبقى العلاقة خسرانة. علاقة خسرانة. بالطول بالعرضة خسرانة. الشخص ده بيجدب عليك. بيقول لك بحبك ومش بحبك. ده شخص آآ بيسحر الناس. بيسحرهم بكلامه وبافعاله. ندخل بقى بالدور وانجل 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 وانحاجة الدولة. لكن هو في قرارة نفسه مش ناوي على حاجة. مش ناوي على اي حاجة. نشوف كده يعني النهاية طاعة الولاقة دي ايه? شهر ثمانية. برج العرب. برقة ما بيخرج منه. نهاية جوز? اه. اه طبعا. بص يا برج العرب. هناخد الورقة دي قصد بقى. اهو. عشان تتفقل. امشي. انهي الماضي. العلاقة دي اكس. اقفل. جاي لك عرض جواز. مباشرة. وحد يحبك قوي. بالاخر. ممكن يكون الشخص ده موجود في حياتك وعارض عليك الحب اصلا. وانت اللي معلق روحك في علاقة بيخ. بيخ. شخص. يعني مش عايزة يقول لك. بيستمتع. بان انت في حياته كده من غير حاجة. شخص مش هيقدر اصلا يجيلك. ومش هيقدر ربط نفسه معك. سواء كان متزوج او غير. بس في طرف ثالث في العلاقة. ما كنت تكون انت مش عايزة. جيلك عرض جواز. انهي القرف ده. انهي. ارحل. شخص ده بيتحك عليك. قدم لك عرض ارفض. امشي. سيب الكوبايات. سيب له الكوبايات كلها. عادي. كان كنا مسلا معاه في علاقة وكنا بنحبه. هو مش مشكلة. العلاقة دي بايخة. انت جايلك الاربع عصيان كلهم. بواخة. بيه بواخة. شخص ده كان معلقك معاه. معلقك معاه. يروح يروح يستقر في حتة تانية وتزوج ممكن. وده المتأكدة منه يعني. ويسيبك انت ما بتنامشي الليل. معلقك. مهضمك. ضمك. ليه يا برج العقل? طب وعلاقي يا حبيبي. ضمني? ضمني ايه ده? ضمني في عينك. ضمني في ايه? لا يا عم انا ماشي. شايفك عيل صغير. كلامك ما بيتحققش. بس انت باخدها جدها. كمل بقى. كمل عشان عشان في حاجات حلوة جاية هي. يلا يا عم. مبروك. يا رب يا برج العرب تكون اللي القراءة عجبتكم. وان شاء الله هيبقى فيه قراءة للمنفصلين لبرج العرب في فيديو الوحد وفيها كل الافراك. عشان المنفصلين ياخدوا حقهم. شكرا جدنا برج العرب يا رب تكون قراءة.